اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين وانا التقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث قبل ايام في بداية هذا الشهر كان في زارة الداخلية تحدث عن حملات يلقى القبض على المتسولين على بعض المتسولين عندما تبحث في اعداد المتسولين تجد ان بغداد فقط فيها اكثر من 750 الف متسول وهذه الذول المتسولين لا يعملون هكذا فرادة غالبيتهم اكثر من 95% منهم يعملون ضمن الشبكات تديرها شبكات اخرى وشبكات اخرى توزعهم وتدلهم على مناطق التسول وطريقة التسول وهؤلاء يرتبطون طبعا كثير منهم يرتبطون بتجارات اخرى غير التسول تجارات مخدرات تجارة اعضاء جريمة سرقة قتل كل هذا موجود ميليشيات كل هذا موجود فبالتالي كارثة كبيرة وانت تسأل وانا اسأل يعني هو ليش وصل بنا الحال شوارع العراق مليانة بالمتسولين وبغداد فقط فيها اكثر من 750 الف متسول هذه لها اسباب اولا هناك فقر عالي هناك بطالة عالية هناك غياب للقوانين هناك غياب للاجراءات هناك عدم انضباط فوضى مجتمعية هناك فقدان لأسس التربوية واخلاقية هناك انفلات لفوضى فيها فيها عصابات وفيها تسلط لقوى اخرى وبالتالي فيها تصرب عالي من فيها مستوى تعليمي سيء جدا جدا وتسرب من المدارس وبالتالي كل هذه الاعداد تذهب وغالبيتهم دولا من الاطفال طبعا لان التسويل لو نساء اطفال نساء معرف منه شيوخ حتى يعني يقنعون الاخرين بدفع الاموال فبالتالي هذه النماذج المعروضة في الشوارع طيب ماذا تفعلون يقول لك احنا سوينا حملة وماذا بعد الحملة طيب ألقيت القبض على 750 الف متسول في بغداد وماذا ستفعلون بعد يعني هستطلقون صراحهم راح تحلون القضية شو راح تحلوها القضية ما حل هذه القضية يرتبط بحل كل الملفات يجب ان يكون عندنا مجتمع منضبط يجب ان عندنا عدالة قانون تعليم عالي تطبيب عالي يجب ان ما عندنا فقر ما عندنا بطالة ما عندنا انفلات ما عندنا عصابات ما عندنا ميليشيات هناك هناك اكتفاء ذاتي مفرته الحكومة ومفرته كل القطاعات لكل الناس العوائل مرتاحة ومنضبطها وقاعدة ببيوتها وتراقب والأب يراقب أطفالها والأم تراقب أطفالها وتعرف تربيهم هذا الحقيقة هناك مثل البناء التحتية مثل ما نحتاج للمدن بناء تحتية من كهرباء ومي ومعرف منه نحتاج الى بناء تحتية انسانية قيم قيم وأسوس ونرجع لها هذه كان مجتمعنا عليها يعني الذي حدث في واحد عشرين سنة يعني نسى العراق كل تاريخه نسى تركنا من سقط نظام اتهت ماشي خلاص طيب ليش سقطوا للانسان ليش توصلوا للانسان لهذا المستوى ليش توصلوا للانسان لهذا المستوى ليش توصلوا للمجتمع لهذا المستوى الأموال تجي للعراق أموال هائلة جدا وبالتالي بالعراق فقر مدقع جدا بطالة غريبة عجيبة أعداد كبيرة من البطالة والأمية والتخلف لماذا؟ كيف نبني هذا البلد؟ ماذا تتحدثون عن النهوض والإصلاح ومعرف منه تبنيونا مجسر ومعرف منه هذا الكلام ومولات ومطاعم وتقولون احنا اطورنا؟ أيب هذا الكلام من يتحدث عن تطور بلد تطور للانسان اللي بيه الانسان المنظبط الراقي المستقر التملأ الطمأنينة والسكينة والاستقرار ذهنيا وعقليا وتصرف ويذهب للمدرسته ويذهب إلى عمله ويذهب إلى بيته وهو مرتاح ومستقر نفسيا يتعاملوا يا جاره وتعاملوا يا الشارع وتعاملوا يا الحكومة وتعاملوا كل الأجهزة والأجهزة تتعامل معه كلها بوده وباحترام وبقانون وتطبيقاته هذا واقع الحال هذا اللي يخلي البلدان تتطور أما أن تبني لي مولات وتبني لي مطاعم وتبلط لي شارع ويطلع معرف منه يفتتحى ويقص الشريط الأحمر وتقول لي احنا تطورنا هذا تضحكون على العالم تضحكون على الفسكو ما تضحكون على العالم لا يمكن لبلدان يتطور بهذا الشكل اللي لم يقضي على الأمي ولم يقضي على البطال ويقضي على الفقر وهو عندها أموال ويقضي على الفساد والخراب والمحسوبية والميليشيات والسلاح المنفلد حتى نبني إنسان حقيقي نعيده هذا الإنسان العراقي الرائع لماذا تفرطوني بهذا الإنسان العراقي الرائع جدا ما هذه الأجيال تنبني كل عشر سنوات يعني يدفع بجيل كامل إلى الساحة هذه الأجيال مخربة بنفسيا لماذا لماذا هذا ما لا علاقة مرة أخرى للمرة المليون ونظل نأكد بها ما لا علاقة بشيعي وسني وكردي وعربي ومسيحي ومسلم ما لا علاقة هذه علاقة مواطن عراقي أنت تحكم بلد اسمه العراقي وتقولاني عراقي فيه يجب أن تحافظ على العراقيين وأنا تحافظ على العراقيين تحافظ على مجتمعهم تحافظ على قيمهم تحافظ على أخلاقهم تحافظ على شارعهم وبيتهم ومدرستها والمستشفى والبناء والأمن أكثر ولا تظل بهذه العنتريات وهذا الكلام الفارغ وتجيب لي إيران متغولة عندك ومعرف منه وتحكي لي بلغة طائفية وقال فلان وحشة فلان وهذا المنصب للجهة الفلانية وهذا المنصب للسنة وهذا المنصب للشيعة وهذا المنصب للأكرات منعيش لا يتطور البلد ولا يبنى البلد والبلد ذهب إلى الخراب وهذا سيؤدي لا تفيد لا تنصحون لأن الكل يتمنى أن تزولوا سيؤدي إلى سقوطكم يدوسوكم بالرجلية لأن هذا الشعب صبر عشرين سنة ما يصبر عشرين سنة لغ تضحكون علي أجابين لثمان ملايين موظف خليهم رواتب وتالي بس يهبط أسعار النفط لا تستطيعون سددهم رواتب من تجيبون رواتب ولا بناء ولا استثمار ولا علاقاتنا مع الدول طيبة ما الدول لأن أمريكا شيء إلى العصام وهذا نموذجها وتدافع عنكم وتقول روحوا لهم وتعاملوا أما أمريكا إذا دارت وجهها وقالت هذا لا البلد خلينا عنه راح تشوفوا ما سيصير حتى هذه السفارات اللي عندكم راح تطلح أمريكا أمريكا ميليشيات هاي راح تفيدكم تقتلون العراقيين كلهم تقتلون أربعين مليون عراقي حتى تبقون أنتوا على العراق والمن راح تحكمون تحكمون نفسكم فقط يعني ما يبقى شعب راح توصلون العراقيين أربعين مليون عراقي يطلع حتى تبقون أنتوا وحدكم تحكمون العراق بالفساد والخراب والكذب والدعاء والشبكات المتسولين وتسودون على من لا يمكن لبلد أن يعيش بهكذا طريقة ولا يمكن أن نستمر هذا الوضع مع الأسف الشديد ومن يتحدث بلغة أخرى ويتحدث بطائفية ونحن معرف منه هذا يعني عيب بعد واحد عشرين سنة تركونا من هذا الحديد الآن وقت الحساب جرد الحساب تعال قلني استويت وبعدها نحكي ابني نموذج راقي ونموذج يحزك عليه الآخرين وما حد يقدر يحزك عليك لكن أن تبني نموذج خرب وتعم الفوضى والخراب والسلاح المنفلت والميليشيات والتسول والفقر والبطالة والأمراض والتعليم السيء والمستشفيات السيئة والطباب السيئة والهوية الضائعة عدم الاحترام وقانون ماكو هذا كل الناس تلومك عليك كل الناس توقف ضدك وقد هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين أتركهم بخير والتقيكم في حلقة أخرى لذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة